السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الورد على عيون أحلى سادة مشاهدين مشاهدي شبكة تلفزيون النهار في كل مكان حلقة جديدة وأولى في أسبوعنا في برنامجنا آخر النهار مع تامر أمين حلقة يوم الاتنين الموافق أربعة يوليو 2022 من الميلاد معلش نتأكد برضو عشان الأيام ما تطلق بطش معنا أسبوع هنا وخير عليك يا رب أسبوع البركات والحسنات والثوابات والإيمانيات والرحانيات وكل الحاجات الحلوة العشر الأوائل من ذي الحجة أيام مباركة أيام جميلة قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها خير أيام الله خير أيام الأرض فاغتنموها وانهلوا من ثوابها ومن حسناتها ويا رب يا رب دايما يبقى عندنا الخير الموجود جوانا والبركة اللي تبقى موجودة جوانا ويا رب يبقى عندنا فكرة أنه الأيام والعبادات والتقرب إلى الله تبقى بالعمل الصالح أكتر من العبادة الصالحة العمل الصالح أكتر من العبادة الصالحة انا مش عايز افتي في الدين بس فهمي عارفين فهمي اه عشان بس هنمنع الالش من بادري فهمي انا او فهم العبد الفقير الى الله للدين ان الدين دين اخلاق ودين قيم ودين معاملات اكتر منه دين عبادات عشان كده سيدنا النبي قال لو الدين 100% 95% منه معاملات و 5% بس عبادات 5% اللي هي صلة وصوم وحاجة تخيلوا دي 5% بس يعني انت لو بتصلي وبتصوم وبتزكي وبتتصدق وبتعمل كل الفروض والواجبات العباداتية 100% يبقى انت كده في امتحان اسلامك جبت 5% في امتحان اسلامك جبت 5% ده كلامي ده كلام سيدنا النبي الذي لا ينطقه عن الهوى وان هو الا وحي يوحى تبقى جبت 5% بس لو انت بمتفودش فرض وبتصوم صح ونفسك طهرة وبتزكي صح من غير ما تتهرب من بعض الفلوس وبتتصدق وبتحسن لا تحسن لا تحسن دي في الناحية التانية انا بكرم على العبادات كده دي 5% تروح بقى تحسن وتكرم وتصدق القول وتصدق الفعل وتبقى محترم مع جارك وما تغشش في شغلك وتتعامل كويس مع الناس في الشارع ومش عارف ايه في التجارة تعمل ايه وفي الصناعة تعمل ايه واذا حكمتم بين الناس فانت حكموا بالعدل كل بقى حاجات تانية اللي في ليه علاقة بيه معاملاتك في الحياة تعملها صح تجيب 95% حطهم على الخمسة في المية تأفل ورقة الاجابة وتطلع على ربنا سبحانه وتعالى وتقول يا رب انا قدر الامكان اجتهدت وعملت كل اللي عليا وعملت كل اللي ايه اللي عليا لانه مرة تانية وتالتة ما قصر وفيش حسن من الايام دي اللي احنا نصارح بيها نفسنا ويبخت من مش عارف ايه وبكى عليا ولا ضحكنيش وضحك الناس ايه عليا انا زعلان انا زعلان انه بعض مننا كويسة بعض دي عشان ما تزعلوش من فكرة التعميم يعني انا زعلان بعض مننا نحن المسلمين يعني بعض من نحن المسلمين بيركزوا اوي 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 في العبادات اوي ويدوها للاخر ويعني يشدوا حتى الدين فيها للاخر لدرجة ان هم شوية بيتطرفوا فيها اما من حيث المعاملات كاينها مش موجودة كاينها مش موجودة ويا اخي الفرق شاسع يعني كاينها بدغطة زر تلاقي الراجل قاعد بقاله بيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشة في الجامع في المسجد جماعة ولضمهم في بعض وما خرجش بر الجامع وما فيش وهو خارج بر الجامع بلسه بيلبس الجزمة فين بقى الواد ابن مش عارف ايه اللي عايزين نروع درجة عشان نضربه عشان نعمل مش عارف ايه وقتلنا بكرة بقى البتاع عشان ندهنها عشان نغش بيه كل الموبقات تتعمل ده معنى ايه ده معنى الشيزوفرينيا الفضيعة في فهمنا لطبيعة الدين ان انا اثر الجنبية وطول دقني واعد غامز دماغي في السجود عشان يطلع لي الزبيبة فيبقى كده انا ظاهري الاسلام اسلامي ظاهري ان انا باين عليك كده ان انا لكن هل انت مسلم صحيح مسلم حقيقي مسلم بجد مسلم زي ما رسول قال عليه المسلم من سلم الناس من لسانه يواده يعني لا يشتم ولا يبقى لسانه بذيء ولا يتطاول ولا يتجاوز ولا يبيده ايده على حد لا بالضرب ولا بالظلم لا بالضرب ولا بالظلم ساعتها تبقى انت المسلم اللي بجد ساعتها تبقى انت المسلم اللي بجد انا بقولش الكلام ده عشان انا داعية وشيخ ده انا بأذكر نفسي وإياكم وعلى فكرة كل واحد فينا كمسلم مأمور بذلك مأمور بايه مأمور بان احنا نبقى دعاء للحق دعاء للهداية دعاء للحكمة دعاء للإيمان دعاء للأخلاق زي ما قال سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق عليه رحمة الله ورضوانه قال نحن دعاء ولسنا غزاء نحن دعاء ولسنا غزاء لسنا غزاء يعني ايه لا نغزو القلوب ولا نغزو الاجساد ولا نغزو الارض ولا نغزو البلاد لكن ايه نحن دعاء دعاء يعني نحن ندعو القلوب قلوب اللي فيها الخير حتستجيب نحن ندعو الناس والناس اللي فيها هي دي الكلام هو ده الكلام فاغتنموا هذه الايام اغتنموا هذه الايام علشان مش بس ناخد ثواب عشان كمان نزبط صواميل بصلتنا نزبط صواميل بصلتنا اللي فينا ناسي شوية فكرة المعاملات والاسلام الحق ارجوكم ارجوكم يعني اعملوها انا مش فاكر الامام كان الغزالي ولا محمد عبدو اللي فيه القرن الماضي في بدايته لما رح فرنسا واوروبا قال رأيت مسلمين بلا اسلام ده في اوروبا رأيت مسلمين بلا اسلام وتركت اسلاما بلا مسلمين تركتوا يعني ده في ملدنا الشرقية والعربية تركتوا الاسلام يعني هي يعني اسمها دول اسلامية لكن المسلمين ده المسلمين بجد لا ظاهر الاسلام نارا كنت بتكلم عنهم ده مش كلامي ده كلام محمد عبدو وسافر اوروبا فقال لك ما لقيتش اسلام لان هم محدش بيقول لا الى الله محمد رسول الله بس لقيت مسلمين طب لقيت ازاي مسلمين يا حج محمد عبدو من غير اسلام قال لك لقيتهم بيعيشوا حياة المسلم ما بيكدموش محترمين نضاف لان النضافة من الايمان زي ما قال رسولنا الكريم وبيشتغلوا العلم والبناء والعمارة كل الحاجات الحلوة اللي بيحض على الاسلام بيعملوها فاضل بس اشهدوا لا الى الا الله وهنا بالناس بتقول اشهدوا لا الى الا الله محمد رسول الله ولا بيشتغل وما بيعش مراته وما بيربيش عياله كويس وبيعمل شجاره كويس وبيغش في الامتحان وبيغش في الميزان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وبمناسبة ان احنا داخلين في الحالة الايمانية خلوني اقول لكم رأيين دينيين ارتهم في مركز الفتوى بالازهر الشريف وكانوا عاملين حالة من الجدل واللبس خلال الايام اللي فاتت بعض الناس سألت فيهم واعتقدهم مناسبين كمان لاشقاءنا وزملائنا واخوتنا اللي سفروا او اللي لسه مسفرين ان شاء الله لاداء فريضة الحج في المملكة العربية السعودية هذا العام ربنا يتقبلها منهم ويكتبها لنا قولوا امين ربنا يتقبلها منهم ويسرها لهم ويكتبها لنا قولوا امين قولوا امين ويجمعنا صعيد عرف العام القادم انا وكل اللي قلبه يتوقو الى اداء الفريضة والوقوف بين ايدي الله وزيارتي حبيبي ورسولي ورسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ايه بقى الفتوتين الفتوى الاولى او الرأي الاول كان المركز الازهري بيسأل عن جواز دفع سك الهدي قبل السفر الى الحج انتوا عارفين هناك الحاج لما بيسافر بيبقى فيه انشغالات ومناسك كتير وزحام كبير وجدول مزدحم وتحرك ما بين هنا الهنا الهنا فالواجبات والالتزامات اللي عليه كتير فحد من الحجاج سأل هو انا ممكن هنا ادي فلوس السق واوكل شركة السياحة اللي انا طالع معاها انها تتباح لي الهدي بتاعي من قبل مسافة عشان انا مخلصت بالقصة دي واتفرغ لاداء الشعائر والمناسك هناك فالازهر اجابه اي بنعم اي بنعم يعني يجوز ومقبول ولا شيء علي بالعكس ده نوع من انواع ترتيب الاولويات والتفرغ لاداء المناسك والشعائر فافعل ولا حرج افعل ولا حرج تمام السؤال الثاني او الفتوى الثانية التي سؤلت ايضا بها اصددنا في مركز الفتوى الازهري المتعلق او مركز الازهر العالمين للفتوى متعلقة بالطواف في حول الكعبة ولكن من الادوار العليا الناس دايما وانا فاهم سبب السؤال الناس دايما خصوصا الناس اللي بتحج للمرة الاولى او بتعمل عمرها للمرة الاولى وغالبا عارفين انها المرة الاولى والاخيرة مش عشان حيموت والعمار بياد الله لكن عشان التكلفة عالية قوي فالناس اللي هي المتوسطة الحال دي اللي هي دوبكت مكونة فلوس الرحلة دي بيبقوا عايزين يعملوها زي الكتاب ما بيقول يعني ايه زي الكتاب ما بيقول يعني لا شردة ولا وردة لغلطة ولا اي حاجة وكما تقول السنة وكما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالضبط بالضبط يقول لك يا عم خلي الاختراعات والبتاع للناس تانية انا حجتي ولا عمرتي اللي هعملها تبقى ما فيهاش اي شك ولا واحد في المليون فانا مقدر ده عشان كده انا حابب ان هم يعملوا ده وفي نفس الوقت حابب ان احنا نيسر عليهم ونقول لهم انه الازهر ودار الافتاء والمجامع الفقهية الاسلامية سواء في مصر او في الوطن العربي او في السعودية اجازة بعض الاشياء اللي هي بالضبط تقارب السنة بلا اي مخالفة منها الحكاية دي كل كل الشيوخ والفقهاء قالوا انه صحن صحن الكعبة الصحن اللي الناس بتطوف حوالين الكعبة فيه لا يفرق ابدا عن الدور الاول اللي فوق الصحن عن الدور التاني عن الدور التالت في ناس لسه قلبها مش مرتاحة وانها طوف حوالين الكعبة من الادوار العليا تقولك لا يا اما انطوف في الصحن الارضي اللي تحت ده يا اما تبقى باطلة لا مركز الازهر الفتوى الالكترونية هو قال مفيش حاجة اسمها طواف باطل اجماع 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 يعني كل الفقهاء وكل العلماء اجمعوا واجازوا ان الطواف في الصحن زي وزي الطواف في الدور الاول زي وزي الطواف في الدور التالي زي وزي الطواف في الدور التالت نفس الاجر ونفس استواب بل بالعكس ازيدكم من البيت شعرا ازيدكم من البيت شعرا انه اذا تركت الصحن وذهبت للادوار الاولى او الثانية او الثالثة بنية انك لا تزحم الصحن وتيسر على الاخرين خصوصا من كبار السن والعجائز فلك الاجران اجر الطواف واجر التيسير والله تعالى اعلى واعلى لا دورة العام ايه بعد الحالة داخل دلوقتي على خالد الجندي ورمضان عموز طيب حانش عايز تسعى الحاجة في الدين ماشي قدامنا هده ايه عشان الجاي ده كلام مهم عشر ده طب وما انه مش عيب مما ان انا كنا منتكلم عن الدين فصلوا على النبي صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة وكل من له نبي يصلي عليه ولما تشوفوا الفيديو ده انا عارف ان انت شفتوا كتير بس انا معالش انا اجازة لكن هالمعنى ان انا اجازة ده انا ما كلمكوش عنها لا طبعا هتكلم عنها وحاجب اخر اخر صوتي فرحا وفخرا واعتزازا واعتدادا ببنت مصر البرة وفخر مصر العظيمة مين ايوه بسانت حميدة كل اللي يشوف الفيديو للمرة المليون يصلى على النبي كل اللي يشوف صورة بسانت يصلى على النبي خمسة وخميسة ومسيكوا وعملوا كل الحاجة وحطوا خرزة زرقه وخمه ومتاع الخماسة دي حاجة تفرح وتشرف انا من يوم الخميس لحد النهاردة وانا مستني مستني اطلع على الهوى عشان اعبر عن فرحتي ببسانت ومش بس فرحتي في فرق ما احنا افرح على فكرة انا افرحت بكل ابطال مصر في دورة الارعاب البحر المتوسط لحققه وميداليات سواء في ريال اشرف او بدوي او كل الناس اللي بسم الله ان شاء الله ابطال من دهب وفضة وبرونز كلنا فرحانين بهم جدا 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 بس وانا بتفرج واتمنى ان الاحساس ده يكون حصل لي وحصل لكم وانا بتفرج على بسانت لا القصة مش انا انا فرحان بس انها كثبت مش فرحان بس انها خدت اتنين دهب واحدة دهب في مسابقة الميت متر والتانية في مسابقة الميتين متر لا 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 ده انا بتفرج وفرحان بيها اقول هلكوا ازاي مش عارف اجيبها ومتنك عارفين يعني متنك متنك يعني الناس ده عليها حال التناكة يعني اقسم بالله انا مسك البتاع اول ما قاله بسانت مكنش ما تفرج على الهواء لاني كنتش عارف معارف السباق بس حد بعتلي قال لي بص تفرج البنوتة المصرية دي كثبت الدهبية الاولانية اللي بتاعت 100 متر فبتفرج اول فرجة ما خدش فيه تناكة لسه فبتفرج اللي هو يلا 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 ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده اللهم صلى عن نبي ده اللي حصل في اول فرجة صدمة وزهول ثم صلى عن نبي عشان عناية ما تحسنهاش ثم بقى بعد ما تأكدت ان ده مش مش عالف فوتوشوب وانه بجد رجعت بقى على ظهري كده وابتليت حالة اتناكة تلبسني كمصري مش كتمر امين انا مديش علاقة كمصري ابتليت اتفرج كده وعارفين القصة دي ان هو دي بنت مصرية قد كده ده حتى ما فيش منافسة يا سادة ما فيش منافسة انا عمري ما شفت انا اتفرجت على سباقات عدو والعب كوة كتير قلمة جدا اشوف الفرق ده يحصل في سباق 100 متر 100 متر تعارفين يعني ايه بسك 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 خلص خلص انت فهمين يعني ايه خلص ومع ذلك ده هي فرق مسلا بتاع 7-8 متر عن اللي بعديها في سباق الميت متر وكذلك في سباق الميتين متر بقى كاسعمة المت بتاعت البرتغال بتجري وراها بتعمل لها كده انت فيه مش شايفاكي من كتر ما هي رمحت وعملت مسافة خرافية وفرق خرافي فعشان كده بقول لكم القصة من عبسانت مش بس فرحة لا دي فرحة وفخر وشوية تناكة كده دي هي مصرية ده انا بتفرج ع السباق وانا ضامن انها هتكسب من سباق الميتين متر وانا ضامن انها هتكسب قلب من السباق يكسب يبدأ ده انا مستني بفروق الصبر الولمبيات اللي جاية بفروق الصبر مستني الولمبيات اللي جاية عشان بسانت على رأيي الجملة الشهيرة يقول لك ائتوا لنا بالولمبيات الان فبسانت حميدة جاهزة مهندس سيشام حطب رئيس اللجنة الولمبية المصرية مساء الورد يا بشمان سيشام مساء الخير الله يفليك الله يفليك ودايما كده بصحة وعبش ان شاء الله اشكرك شكرا جزيلا وتهنينا على اداء مش بس بسانت على اداء كل ابطالنا في البعثة المصرية سواء الدهب او البرونز او الفضة الحقيقة النتائج عامل حالة سعادة في الشرع الرياضي المصري الحمد لله على كل حال وكل حاجة زي انا يعني ادخلت من كلمة لحضرات قلتها اللي بتقول ان انا انا بتصارج على بسانت بسانت بقول انا متأكد ان هي هتكسب والله ده ده الروح اللي موجودة وده الملاحظة اللي موجودة احنا واحنا قاعدين دلوقتي في الدورة دي بزيادة حضرت كل دورات ودورات اللي هم فيها وانا قاعد ببقى متطمن لا مجدود ولا حاجة لان المستوى بتاعنا وصل بالثبات اللي هو المكسب فخلاص انا بقيت عارف اللي داخل ده داخل يكسب ممكن مش الدهب انما هيبقى في التلاتة الاوائل وده السبات اللي هو بيبتدي بيه عشان الصعود ان شاء الله للمدالات الدهب باذن الله وفي فريس ان شاء الله نقدر نعمل حاجة لان كل المداليات اللي جات وكل المكسب ده ما كانش جاي بالصدفة ولا حاجة كان جاي فعلا بعد ثبات المستوى وبعد التمرز في المكسب بشبانس الشام الحقيقة انه في ملمح جديد انا شايفه من خلال منافسات الدورة دي اللي حداك تفضلت بالاشارة اليه انه حتى لو ما بنكسبش بس انا مبسوط من الاداء ومبسوط من الفنيات ومبسوط من الروح اللي بيتلعب بيها سواء الالعام الفردية او الجماعية الحمد لله الحمد لله ما بقول لحضرتك يعني ده الاتمرار في المكسب والاتمرار في المطلات الجمهورية اللي بيتعمل على اعلى مستوى فإحنا معتمرين في اعداد مستمر فالحمد لله الحمد لله يعني قادرين نوصل لمستوى ثابت والمستوى الثابت في التدريب والمستوى الثابت في الاداء بيخلي دايما المكسب قوي وبغير ما تكسب في المكسب بتاعك ده بتبقى ثابت فيه وتتحرك بقى تنطلق منه الفوق بإذن الله ده الملاحظة الموجودة المرادي والإحساس الموجود المرادي ولو عملنا التحليل حنلاقي كده ده بغض النظر عن المداليات وحتى المراكز الرابع في مراكز الرابع وخمس كتير ودول برضو دي حاجة كويسة جدا الحمد لله في مشكلة حصلت فعلا في اتحاد الطايرة ولا كل ده كلام سوشيال ميديا حققتوا لا لا مشكلة فيه حضرتك يعني أنا موجود في كل الضغة في بيش حاجة اللي أنا عايز أقوله بس ان اتحاد الطايرة حضرتك اتحاد بيجدد وعنده اهلال وعنده تجديد في البنات وفي البنات وفي الولاد والاتحاد كان متغير وابل كده كان فيه مشاكل في التعينات بقاله اتحاد الطايرة ده بقاله بقاله معين مثلا 3-4-3-4-3 يتعين ويتحل لا الكلام الكلام بتاع رحيل المدير الفني الأجنابي قبل أيام من البطولة يا فندم ترحيل المدير الأجنابي مفيش حد راح المدير المدير الأجنابي ده كان احنا كلاجنة أولمبية من تبقى للقانون احنا بنقول دايما بنتكلم دايما وإحنا اللي بنصدق ونصدق على على المدربين من 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 الموافق على على انهم يجوا وما يتعاقد معهم من عدمه لانه ده موضوع فني ومناطبي اللاجنة الأولمبية احنا عادة أنا بديجي نشوف سي في بتاع مدرب أجنابي مش عامل كويس ومش عامل كويس قبل كده في أي دولة في أي دولة وكان عنده وكان عنده فشل في أي دولة من الدول اللي احنا بنشوفها بنرفضه اشحال ان هذا المدرب كان متعاقد في مصر بقاله سنة وشوية وسنتين واما ماسك الفوية المصري محملش فيها معها طلع الرابع على أفريقيا والآخر على العالم وكان هذا نفس المدرب اللي بيضربنا هنجيبه مرة تانية فاحنا قولنا رأيينا لا طبعا احنا لن نوافق عليه لن نوافق عليه لن نوافق عليه لان سيرته ازتية وعشة مع مستخدات مصر مش مع مستخدات حيث اصلا هو بصراحة انا كنت متخرج وان جمهور الشارع الرياضي كان زعلان لانه كورت الفوليبول كان عندها فرصة كبيرة انها تكسب مباراة اسبانيا وتعدي بس الناس قالت لك اللخبطة اللي حصلت قبل السفر اثرت على المستوى اما انا مش معا الحتة دي قالت انا كلنا بقوله حضرتك ان المكسب مش وليد يوم ولا احنا حتى لو كنا كسبنا اسبانيا كنا نقدر نقول في الوقت الحالي ان احنا مستوانة مستوانة اعلى من اسبانيا كنا نابقى كسبنا اسبانيا كده مرة وكنا عايزين نبني زي ما بنكتلمut شوية نبني البناء السليم والمكسب السليم المكسب صفت على على قوسر السليم الاول هم مدرب مدرب يضيف ويضيف ويضيف ويرفع القدرات بتاعت اللاعبين بتوعنا عشان يتسابه ويفضل يتسابه ويتقدمه من هذا المكسل المكاسب اعلى من كده هو فشل مع منتخب مصر قبل كده احنا اقول له ما ينفعش نوافع عليه احنا اقول له رأينا راح للوزارة والوزارة طبعا انت مش ملاحظه مش ملاحظه انه فيه تفرق تقريبا تقريبا في معظم الالعاب والاتحادات الا ملف كرة القدم اللي نفسي يتبصله بجد والله يا حافظه ما لقيت الكرة القدم مرتبط بحاجات كتير جدا مرتبط بالدور بالدور المحلي والموريات المحلية واختيار عدد اللاعب اللي بتبقى الاجانب اللي يبقى والناس اللي بتيجي لا ومرتبط كمان بالجمعية العمومية وباللوايح وبحاجات كتير يا شاب بالتعارف قدرى مني كلهم موجودين طبعا كل حاجات دي حضرتك موجودة في الجمعية العمومية نفسي مش عايز اقول نفسه الطبع انما منظومة كتر قدم اكبر كتير من كل حاجة فنازل تكون الواحد يحللها تحليل سليم او المقتص في الحتة دي يحللها تحليل سليم عشان يوصل يوصل بيها للغياضات اللي موجودة اللي طول العمومية من كتر قدم متقدمة عندنا ان شاء الله احنا ندعو ان كل اي اخطاق عندنا نبتل نحلله صحة عشان يبقى يبقى هو بداية بداية التقنم بإذن الله ترجعونا الاول بالسلامة وهتولنا اكبر عدد من الدهب تقدروا عليه قبل الختام شكرا جزيلا المهندس ايشام حطب رئيس اللجنة الاوليبية المصرية والمتواجد حاليا في مدينة وهران حيث تقام دورة العام البحر المتوسط هنروح لفاصل بعد الفاصل الكلام مخلص لان بسانت حميدة مش بس مدالية ولا حتى مدليتين لا دي ايقونة يعني هي ايقونة بعد الفاصل بنشرح حصاد البعثة المصرية رصيدها بمنافسات البحر الابيض المتوسط المقامة بالجزائر وتستمر حتى الخامس من يوليو الجاري بعدما وصل حصاد البعثة الى 43 مدالية متنوعة حتى الان وتحتل مصر المركز السابع في الترتيب العام والثاني في ترتيب الدول العربية بعدما حققت البعثة المصرية 43 مدالية مقسمة الى 11 ذهبية و14 فضية بالاضافة الى 18 برونزة وتتصدر تركيا في المركز الاول برصيد 96 مدالية دورة تويجت فيها بسانت حميدة من حصد مداليتين ذهبيتين في منافسات العاب القوى في سباق 200 متر عدوى لتحطم بسانت حميدة الرقم القياس السابق في سباق 200 متر عدو بدورة العاب البحر المتوسط والذي كان مسجلا باسم الفرنسية كريستيان عرون في عام 1997 وتشارك البعثة المصرية في دورة العاب البحر المتوسط بمئة واربعة وثمانين لاعباً ولاعبة يتنفسون في 19 رياضة وهم ألعاب القوى والريش الطائرة وكرة السلة والملاكمة والسلاح والجنباز وكرة اليد والكارتي والرماية والتنس والطايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع والتنس الطولة ورفع الأثقال والمسارع والفروسية واعتذر عن عدم المشاركة التحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم ويبلغ إجمال المشاركين في دورة ألعاب البحر المتوسط 3390 لاعباً ولاعبة وإيطاليا هي الأكثر تمثيلاً ب371 مشاركاً في مختلف الرياضات بمناسبة دورة ألعاب البحر المتوسط الحقيقة اتضح لي حاجة مهمة جداً أرجو ان احنا شوية نتفق عليها ان احنا ظلمة أوي 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 أوى كمال ظلمة ليه ظلمة لأن احنا مديين جرعة اهتمام ودعم وتشجيع وتركيز وفلوس كتير أوي لكرة القدم وهي لا تستحق وهي لا تستحق أنا بقول هذا الكلام وأنا عاشق لكرة القدم ومشجع لكرة القدم وبحب كرة القدم جداً ومتابعها سواء محلياً أو عالمياً بس الحقيقة اكتشفت أن أنا كده ظالم فأنا بتكلم عن نفسي وأعتقد أن فيه كتير من الناس هتتفق معايا في الكلام اللي أنا بقوله ده ظالم لأن فيه ألعاب تانية لا تستحق أن احنا نزود جرعة اهتمامنا ودعمنا وتشجيعنا وصرفنا وانفقنا عليها واهتمام نحنا كإعلاميين بيها أكتر من كده بكتير أكتر من كده بكتير ما بقولكوش ما تشجعوش كرة بس رجائي أن ما يبقاش بس كرة ما تبقاش هي اللي وقتها 99 وتسعة من عشرة من اهتماماتنا وكل الإلعاب التانية اللي هي أنجح وأقوى وأشرف وبتحقق نجاحات أكبر واخد واحد من عشرة في المية حرام اتفرجوا على منتخب اليد النهاردة النهاردة أنا فضيت نفسي مخصوص عشان أتفرج الساعة من الظهر على مباراة منتخب مصر كرة اليد مع منتخب مقدونيا كان في الدور قبل النهائي لمطولة ألعاب البحر المتوسط والحقيقة والحمد لله كسبنا وصعدنا وحنلاعب أعتقد بعد بكرة إن شاء الله منتخب أسبانيا القوي على الميدالية الذهبية الحقيقة أن منتخب اليد كده كان عامل نفس الكلام اللي أنا قلته على بسانت فاكرين الكلام اللي أنا قلته في بداية الحلقة عن بسانت حميدة إن أنا بتفرج على السباق بتاع بسانت اللي هو بتاع 200 متر اللي عملته مبارح ده لأقول مبارح قبل السباق ما يبدأ وأنا قاعد عامل كده وحط رجل على رجلك وببيت الشاي قدامي سخنا كده وبتطلع الدخان وبتاعه وأنا قاعد بشوف هي حتكسب حتكسب بس حشوف حتكسب بأنهي إبداع وأنهي تقلق النهاردة كمان كده بتفرج على الهندبول من أول لحظة منتخب عالمي بمعنى الكلمة منتخب ممتع بمعنى الكلمة منتخب متنوع المهارات عندنا بسم الله مشاء الله بسم الله مشاء الله منتخب متكامل سواء جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة باروندو الأسباني وجهاز فني ممتاز وعندنا تشكيلة لعيبة فيها أجيال اللي ربنا خلقها كلها من أول أحمد الأحمر اللي بلعب من سنة خمسين القرد اللي فات أسطورة كرة اليد المصرية بسم الله مشاء الله وتحس إنه هو أكثرهم شبابا لحد النهاردة وصولا لأصغر العناصر خالص اللي هي بقى حسن وليد ومهاب وفي ولد صغير كمان مش فاكر اسمه في المنتخب المنتخب النهاردة مع إن فرقة مقدونية فرقة من الفرقة القوية في أوروبا وصعدة من المجموعة بتاعتها كتاني مجموعة بعد أسبانيا ومع ذلك النهاردة وان سايد جيم مباراة من طرف واحد تفوق واكتساح وكل مهارات وفنون كرة اليد بيقدمها منتخبنا لدرجة إن المباراة تاهد بفرقة 10 أو 11 جون تقريبا لا 11 جون إيه ده 14 جون كمان تهيل 34 عشرين عشرين حاجة كده بقولك يعني في حتة تانية خالص في حتة تانية خالص منتخب مصر كرت اليد فده يستاهل الاهتمام بيه مقاررة بالاهتمام بتاع منتخب الكرة منتخب الكرة اللي شفته عمل إيه معنا في مطشة أسيوبيا وقابليها مطش ملاوي وقابليها مطش مش عميل إحنا عاديم بنتفرج على المطش وإحنا يعني على باب الحمام بنتفرج على مطشة كرة القدم بتاعت منتخبنا وإحنا على باب الحمام عشان بيجيب لنا عصر هضم كل مطش لكن اليد انتو شايفين حاجة بسم الله ومشاء الله بسنت بسم الله ومشاء الله حتى الفوليبول كنت بتفرج على دور التمانية اللي منتخب أسبانيا كسبنا فيه تلاتة اتنين بفرق نقطتين في الشوط الخامس لا حاجة تفرح سجال وندية وتكافؤ منافسة مع منتخب أسبانيا واحد من أقوى منتخبات الفوليبول في أوروبا والفرق بس حسن في الشوط الخامس بعد ما تعدلنا اتنين اتنين في الأشواط فلا منتخب كمان يفرح ولو جالوا مدرب كويس وتبانى كويس هيعمل حاجة كويسة أقوى عن المستوى العالمي وشفنا بقى التايكوندو وشفنا المصارعة وشفنا رفع وشفنا ألعاب القوة وشفنا الكراتي فين الناس دي؟ فين الناس دي؟ الناس دي دعمها دعمها حتى على المستوى السوشال ميديا يعني يدخل البطولات والألقاب والمداليات اللي بيجيبوها دي ويرجعوا يفتح صفحيته على الانستجرام ولا الفيسبوك مايلاقش أربعة انفار داخلين عليه بيحيوه فدخلوا نفسيته إحباطه ودول بقى أنا مش عايز أقول كلام إيه وجع يعني بس دول بقى بيسمعوا كلام إنه بيرجع عشان يلاقي مكافأة مثلا 150 جنيه من الاتحاد بتاعه بعد ما شرف مصر ورفع عالم مصر أولمبيا ولا في دورة ألعاب ولا في مش عارف إيه ويقلب الصفحة كده هو البطل ده اللي بيجري عشان ياخد 150 جنيه من الاتحاد بتاعه مكافأة عن الذهابية 150 جنيه أنا بقى رقم مجازي يعني يقلب الصفحة كده على الانستجرام فيلاقي عبدالله السعيد 40 مليون جنيه عشان بيلعب في مش عارف إيه ومش عارف اسمه إيه صلاح محسن 35 مليون جنيه انتقلوا من امبي للآلي ومش عارف مين طلب 30 مليون جنيه المسم ده عشان ينتقل بتخيلوا اللعيبة دي يحصل لها إيه اللعيبة بالألعاب التانية يحصل لها إيه بجد مش لازم تتحصر وتحبط يقولك بقى أنا بعمل كده وبعمل بنافس على المستوى العالمي وبجيب بطلات وأرقام وبشحت المية وخمسين جنيه وعالم تانية ما بتعملش حاجة في حياتها قل إنها بتاخد فلوسه بالملايين وبتتشرط كمان فلأ الحقيقة أنا بقوله إنه جزء كبير من دعم المنظومة بتاع كرة القدم ده لازم يروح للألعاب التانية تخيلوا إن هم بالدعم المحدود ده وعملين النتائج الممتازة دي وما لو اتصرف عليهم شوية وادعموا شوية ونصحتي كمان للقنوات الرياضية اللي عندنا بدل ما يبقى فيه الستوديو التحليلي 12 ساعة ونص لمباراة 6 ساعات قبليها و7 ساعات بعدها يعني مش حاول بس ساعتين ساعتين من 12 ساعة دول بس للمسابقات التانية لازم يتنقل دور اليد بالكامل ويتنقل دور الباسكت بالكامل ويتنقل مباراة التايكوندو ولازم نتعرف على اللعيبة ونشوف تدريباتها ونشوف منافساتها سواء الدولية أو المحلية عشان يبقى فيه تواصل ودعم ومتابعة ولازم يبقى فيه رعاة ييجوا مش بس للعبات الجماهرية لا كمان لازم للألعاب التانية منظومة كلها لازم تشتغل المنظومة لازم تشتغل لان احنا عندنا بذور ونواية ممتازة في الألعاب دي سواء الجماعية أو الفردية بس حد يقول لهم احنا شايفينكو احنا متابعينكو احنا بتشجعكو احنا بتدعمكو شوفوا الرياضة المصرية هتروح لفين انتو دللتوا الكرة كرة القدم أكثر مما يجب وكثرة التدليل تفسد وهو ما يحدث الان في كرة القدم قللوا قللوا تدللكو وافردكو وبوزنكو للعبت الكرة ومنظومة الكرة والله العظيم حيتعدلوا ويتضبتوا على الابلة لكن طول ما هم متدلعين وطول ما هم على الحجر وطول ما واحد يعمل تشميسة ولا يعمل كبري فيبقى نجم النجوم ويتشرط وياخد خمسين مليون جنيه يتعدل ليه ويتضبط ليه ويتدرب كويس ليه ويلعب ليه ويه بقى محافظة على اليقتو الذهنية والبدنية ليه ما هو برينس الناء الليالي ورمانت الميزان من غير حاجة هنفتر ان احنا لم بوزنهم احنا لمدلعينهم احنا ال بس معلش معلش كله يتصلح كله يتصلح ما فاتش الاوران لم يفوت الامان اما بالنسبة ليه كلمة اخيرة بس عن بسانت النهاردة بسانت رجعت في ضمن وفد من البيعثة المصرية اللي رجعت من وهران الجزائرية بعدما انهم ونافستهم وكان في استقبال بسانت في المطار وفد من القوات المسلحة وجهاز الرياضة العسكري التابعة اليه بسانت احميدة واده الصورة هي والسادة وفد القوات المسلحة المصرية بيستقبلوها في المطار بمنتهى الاحترام وكانت معهم طبعا دكتور اشرف صبحي وزير الشاب والرياضة زي ما حاجوا شايفين لانه طبعا قوات المسلحة وجهاز الرياضة العسكري مش هيغلطوا الغلطة دي وان هم ينسوا ان هم يستقبلوها ويكرموها ويهنوها على انها رفعت اسم بلدها ورفعت اسمها شخصيا ورفعت اسم كمان جهاز الرياضة العسكري بالميداليتين الذهبيتين اللي هي حققتهم فدي حاجة مش غريبة على جهاز الرياضة العسكري وعلى القوات المسلحة وانا بشكرهم على السيستم ده وعلى النظام ده وعلى ان هم عارفين واجباتهم بيقوموا بيها بانتظام بوجه سؤال لجهاز الرياضة العسكري وهو سؤال فيه متح وفيه كمان مسئولية هو انتوا عملتوا ايه مع بسانت عشان تبقى بالمستوى ده بسم الله ما شاء الله يعني يعني انا حتى لما شفت بسانت مش بس في السباق لما شفت صورة بسانت هتولنا صورة لبسانت كده وهي واقفة لا تملك الا ان انت تقول بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ربنا يحافظ عليك ويبركلك ويحميكي من العين ليه لانه انا يا والله يعيني بردة والله يعيني بردة حاجة بسم الله ما شاء الله تشرح على مشتوى البناء الجسدي وبصوا على عضلات البطن بسم الله ما شاء الله عملت ازاي وبصوا على عضلات الرجلين اللي هي مهمة جدا في رات العدو وكده وبصوا على تأسيمة الجسم وبصوا على فردة الكتف وبصوا على المزورة والطول مع التأسيمة يعني ده فيه بيات وتريات انا مش عايز اقلع بس الشاكت عشان موركوش جسم محاسب بسم الله ما شاء الله فالله ما بصلى على النبي يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يحافظ عليك ويبركلك يعني فانا سؤالي ليه السادة المسئولين والعاملين في جهاز الرياضة العسكري عملتوا ايه مع بسانت؟ ياريت ياريت تغششوا الاتحادات الرياضية التانية لانه احنا محتاجين بسانت في كل اتحاد محتاجين بسانت بسانت الرمز هنا بقى مش بسانت الشخص بسانت الرمز بسانت الايقونة بسانت اللي اتعمل معها محتاجينه يبقى موجود في بقى الاتحادات عشان كده رجاءا من جهاز الرياضة العسكري شكرا وتسلم ايديكو على اللي عملتوه في صنع بطلة مصرية كبيرة اسمها بسانت حميدة ورجاءا تغششوا باقي الاتحادات الرياضية عن السيستم وعن الانضباط وعن الالتزام وعن التدريب اللي بجد والتغذية اللي بجد والاحترام اللي بجد عشان يبقى عندنا الف بسانت في كل لعبة دكتور اشرف صبحي وزير الشباب الرياضة مساء خير اشرف بيه السيد سامر يعني مساء الخير ومشاكين لحضرتك مشاكين لعلام المصري الحقيقة ان دايما يكون وراء الرياضين مصر واللعبين وكمان يكون فيه دايما نقاط مضيئة كده من خلال الرياضة مش دايما الرياضة واخدى صورة يعني الحياة الاخرى يعني دايما بقول الرياضة المصرية مش كرة وبس لا انا عايزة بشارك يا دكتور اشرف ان انا يعني قررت قرار من عشر دايق قبل مداخل الحريك على طول رغم ان انا كروي جدا بس انا قررت كاعلامي ان انا حقل المساحة اهتمامي وحتى دعمي هنا في البرنامج لكرة القدم بنسبة كبيرة جدا واتحها للرياضات اللي بجد تستاهل وفرحونا وشرفونا في الدورة دي لا الله احنا نعمل لاتنين لان الكرة برضو مهمة ومتاجعين وعايزين فيها تطوير بس احنا بنقول الجزء التنفسي في الكرة هي منظومة اقتصادية وفيه ربطة محترفين اه وفيه اه يعني اه لوايح ومجال استدارات يعني بقت منظومة كده كبيرة اه بشؤون اللي بيديرها واحنا كدولة ووزارة بنهتم قاب انتقاء المواهب لكن مع اتحاد الكرة انه هو اه يعني يشوف المنتخبات ويهتم بالتطوير الاستراتيجي لان خلاص الجزء الاخر الربطة والمحترفين مع الاندية هيتنظم بشكل اكثر من كده لكن اه احنا بنتكلم على الرياضات الاخرى وفيه وزارة مؤسسات يعني وزارة الشباب وفيه اه اتحادات رياضية وفيه اه لجنة اولمبية وفيه اندية وفيه مراكز شباب اه وما بينهم مشروعات قومية يعني اه يعني احنا مصر عاملة مشروع قومي المواهبة والبطل الولمبي والناشئين يعني البطل الولمبي وعملين مشروع تاني قومي اه من خمس سنين لي اه يعني كمان الانتقاء المواهب في حاجة ما المواهبة الحركية يعني كمان من السن الصغير ده بيكون في اه توافقات وقياسات بنعملها ما هي دي دكتور اشرف الاسف المقاطعة يعني اللي حركت وتفضلت بي ده جدا هو المقصد بين كلامي انه المنظومة كلها كمان محتاجة بس توازن شوية لانه الكفة تصب في مصلحة كرة القدم في رأيي بشيء من عدم الاتزام مع باقي الالعاب يعني احنا كاعلام وانتو كوزارة مع القطاع الخاص اللي بيعمل سبونسرينج مع المنظومة الصحفية التانية والقنوات الرياضية كمان لازم يعني خالي انجازات اللي حصلة دي وانت اعلم مني بالفلوس اللي بتتصرف على الولاد دول اللي هي مجيش واحد علامية من الفلوس اللي بتتصرف على لعبة الكورة بالدعم الاعلامي والاهتمام حتى على موقع التواصل الاجتماعي لو دا زاد انا متأكد ان الانجازات والارقام دي حتتضاعف يا دكتور والله كلام حدوك يعني عندك عشان كده يعني احنا بدقين في بلان يعني شغلنا احنا في الوزارة لازم يبقى فيه بلان مستمر وحتى الرؤية بتاعته ممكن بشرحتها وبشرحها ان فيه يعني مشروع قومي هيصب بالغاية عشرين تمانية وعشرين وفيه كمان الشغل الكبير اللي بتوازيه بينا معنا المؤسسة العسكرية للعب الفردية يعني وتطورها وفيه على الجانب الاخر الشخص الرياضي العادي اللي بيروح النادي ثم بيلعب بطولة جمهورية بيروح يبدأ المنتخبات تشوفها والاتحاد وتتعامل معا اه ده وده هيتقابله في الاخر في المنتخبات ونمشي لغاية عشرين اربعة وعشرين وعشرين تمانية وعشرين ومتعفات اه الجانب التاني اللي هو اللعب اللي بالفعل موجود وابنقول ان هو قضية اهل اه للأولمبيات بنبدأ نحطه برنامج رعاية متكامل برنامج الرعاية المتكامل ده يكون حواليه اخصائيين في التغذية وفيه التأهيل النفسي وفيه قياسات الفيسيولوجية يعني تيم كامل وده هيتحقق من خلال سواء يعني الرعاية اللي بنجيبها للعب والدعم المباشر اللي موجود زائد برامج الاتحاد لان هو اللعب ده في اللعب الفردية بيحتاج ان هو علشان يوصل للأولمبيكس ياما بيلعب بطولات عالم ياما اه عشان في بعض البطولات كبرى بقاليها رانك او تصنيف لازم عليها فدي كلها انا بسميها عشان كده بنقول اللعب الاولمبي من اول اه ما يبدأ لغاية لما ياخد الميدالية الميدالية قد تتكلف حتى تلاتة مليار تلاتة مليون جنيه صح اه تلاتة مليون دولار ناسف بالمقيس العالمية يعني اه ده اعداد احنا بدقينه طبعا مش هو ده كوست اللي احنا بنعمله لكن اه بعد يعني يعني فيه بداية واللي حصل في البحر المتوسط هو يعني اه فيه تخطيط وتنصيق مع المنظومة يعني سواء اه دور اللجنة الولمبية سواء دور الاتحادات الرياضية سواء اه الاندية اه ودورها كمان فالمنظومة كلها احنا يعني فيه ما يخص هذه الالعاب بنقول ان فيه الحمد لله نتائج والنتائج دي هنشتغل هنمر بكاس الامم بتاقة دورة لعب الافريقية الافريكان جيمز الشباب والافريكان جيمز اه كبار والولمبيات ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين يعني دكتور اشرف هي اه بسانت دي كانت مستخبية فين لا هي بسانت كانت اه بسانت كان اه ظروفها من الاصابة اه منعتها ان هي تنزل توكيو اه وهي بسانت يعني تتبع اه من اه من كانت في اه سمات طلخة وانتقلت الى المؤسسة العسكرية و اه اه تولى التدريب معاها وكانت اه من ضمن اه يعني المفروض المؤهلين للالولمبيكس وفي توكيو لكن حصلت لها الاصابة ودخل التاني في اه الاعداد والتأهيل والبرامج اه لكن احنا ان شاء الله الارقام لان لكتالعب القوة دي اه ارقام احنا الارقام اه لازم شغل تاني عشان تجيب ارقام بطولة العالم اللي صح وشغل تاني عشان تجيب ارقام الاولمبيات اللي جاية فده حاجة كويسة ان احنا نبدأ في الارعب القوة بالذات المسافات القصيرة اه ان يكون لنا ريكورد ببسانت وده شيء مميز جدا ولازم كمان اه نشوف لان عندنا الوازب الطويل كمان احنا يعني فيه اه بنتنا الشماء اللي جابت فضية ده حاجة برضو بينا ويمكن اهتمام ببسانت يا معالي وزير جيه انه انا مش فاكر احنا كان عندنا بس اول مرة اشوف حد مصري بيجري بالسرعة دي اي حد مصري في حياتي بيجري بالسرعة دي اه حاجة حاجة مشارفة وجميلة اه وكمان عندنا اهاب عبد الرحمن النهاردة كانت اكتف استقبالهم من الاتنين اهاب كمان ان شاء الله اه في الرمي في الرمح اه احنا يعني وراهم دعما الفترة اللي جاية كل ولادنا اه اه هتحطوا او موجودين في البرنامج اه اللي جاية تأهيل لغة عشرين بازن الله بازن الله انا بشكرك دكتور وانا عارف المجهود اللي بتبزلوه في الوزارة ومع اللجنة وزي ما بقولوا بالبلد كده بتالي التندع يعني دور دورة النهاردة بشارتنا ان احنا ماشيين في السكة المزبوطة ان شاء الله احنا بنشكر العلامة المصري انه يبرز الجوانب الايجابية مع مصر الجديدة والمشروعات الكبيرة العملاقة الرياضة كمان مشروع كبير مع المشروعات الكبيرة العملاقة صحيح صحيح ان شاء الله كل الخير ربنا يشير هنا شكرا جزيلا دكتور اشتف صبحي وزير الشباب والرياضة معقبا على انجازات الابطال المصريين في الالعاب المختلفة في دورة الالعاب البحر المتوسط اللي بتقام فعالياتها دلوقتي في مدينة وهران الجزارية اه كويس اول 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 انا افتكرت اول انا انا كانش ينفع اختم الكلام دون الاشارة الى وهران نقطتين الحقيقة النقطة الاولى الحقيقة البطولة انا بتفرج على معظم الفعاليات اللي بتتزاع سواء على قنوات اون تايم اون سبورتس او على المواقع بتاعت الاعلام الجزائري الحقيقة البطولة كويسة اوي ومحترمة اوي ومستواها راقي جدا وتنظيم على اعلى مستوى وملاعب وبنية تحتية يعني كل الملاعب اللي بتستضيف كل الالعاب انا شايفها هي على اعلى مستوى التراكات والمضمار بتاع العاب القوة حاجة تشرح تشرح ومدرجات جميلة الالعاب اللي موجودة فيها في الصلاة الداخلية زي التايكوندو والجودو والكراتي والمصارعة وبتاع صلاة نظيفة جدا حاجات على اعلى مستوى اجهزة دقيقة جدا بصراحة بصراحة يعني حاجة تشرف ان دولة عربية قادرة على بطولة فيها الاف اللاعبين واللاعبات وعدد اللاعبات مش عارف كامل لعبة مشتركين في البطولة وما فيش غلطة الحقيقة بشكل متميز جدا كل التحية لدولة الجزائر الشقيقة وهذا التنظيم الرائع النقطة التانية على الشعب الجزائري الشقيق الحقيقة كل مش كل لعبتنا وكل فرقنا اجمعوا على ان هم حسوا ان هم بيرعبوا في مصر كل لعيب او كل منتخب مصري كان بيلعب فيه خلال الايام اللي فاتت فيه مدينة وهران قالك الجمهور اللي موجود ما بيعملش حاجة غير انه بيشجعنا ايا كان المنافس ودي الحقيقة مش غريبة على شعب الجزائر ومش غريبة على بلدنا التاني الجزائر وان شاء الله نردها لكم في القريب رغم ان ما فيش جمايل بين الاخوات لكن ده جميل برضو يتحط على الراس شعب الجزائر وقف معنا في هذه البطولة وهذا هو العهد دائما بين الاشقاء والاحباء والاخوات طيب نهاردة الاتنين وانا من يوم الكام كان يوم الخميس ولا يوم الاربعة مش فاكر يوم الخميس او يوم الاربعة قلت الهاني شاكر عود يا هاني ارجع يا بولهن وانا عارف انها هتاخد معا كم يوم لانه انا عارف احساس هاني شاكر رقيق وروهي في قد ايه لانتوا عارفين ده راجل بيحتفل بعيد منها تجرحه فشوفوا بقى احساسه عامل ازاي يعني واحد بيحتفل بعيد منها تجرحه فتقال يعني قلبه عامل زي ورقة السجارة كده مش فايف اللي يعرف هاني شاكر يحبه غصبا عنه والله على المستوى الانساني اللي يعرف هاني شاكر يحبه غصبا عنه على المستوى الانساني ولا اذكر ان انا عارفه مثلا يمكن من 30 سنة من التسعينات لا اذكر في مرة لشفته لطول لسانه على حد حتى في غيابه يعني حتى لو حد مش موجود مثلا فيه لك فيه عام ده عمره اخره يقول لك والله يبعدوني عن الموضوع ده ده لو كان عايز يعني ايه فهاني شاكر ده انسان ما يتزعلش منه وبالتالي ما يزعلش المفروض انه ما يزعلش عشان كده انا متخيل حجم التأثر اللي حصل له في المؤتمر الصعفي وشاف انه مجموعة من الموسيقيين بيقولوا الفاظ وبيعملوا بعض السلوكيات التي لا تليق بهذه المهنة الجليلة ولا تليق انها تحصل في وجود كمان هاني شاكر الرجل المحترم الخلوق النقيب اللي المفروض يعملوا له احترام فعشان كده انسحب واثر الاستقالة بس انا عارف ان قلبه مش هيجيبه وعارف انه حيرجع عشان كده انا كسبته كام يوم قلت له ارجع يا بلهن ارجع يا امير للغناء العربي خد وقتك واسترجع معنوياتك وشم نفسك واجمع اسلحتك تاني وارجع المعركة في انتظارك وانا اعرفك زي من انت امير الغناء العربي وزي من انت انسان شهم وجميل انت ايضا فارس نبيل والفرسان الشجعان النبلاء لا ينسحبون من ارض المعركة مهما كانت شرسة مهما كانت شرسة الفرسان لا ينسحبون ولا يتراجعون ولا يستقيلون عشان كده بقولك ارجع المعركة في انتظارك واحنا كلنا جنود في هذه المعركة رغم ان انا مش موسيقي ومش عضو في نقابة المهد الموسيقية لكن انا محب للموسيقى المصرية والعربية والشرقية وللغنى فما ينفعش ننهزم قدام الموجة مهما كانت عالية ارجع وشهر سيفك الفني وحارب ونحن معك ده لو بتحب حقيقي صحيح اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفصل انتوا عارفين ان احنا خلاص على بعد ساعات من انطلاق الحوار الوطني اللي كان بمبادرة رئاسية من السيد الرئيس عم فتاح السيسي وانا كل انتوكو الاسبوع اللي فات كتير عن الحوار الوطني واهميته من وجهة نظري مش بس في هذه المرحلة انا قلت لحضراتكم الاسبوع اللي فات انه من شيم المجتمعات المحترمة المتقدمة الحوار طول الوقت يعني قبل الازمة واثناء الازمة وبعد الازمة مش بس مرتبط بان احنا دلوقتي في مرحلة بناء دولة ومحتاجين نلتب اولوياتنا فكرة الحوار فكرة اساسية تقوم عليها الدول وتقوم عليها المجتمعات التي تريد ان تكون متحضرة متقدمة لان الحوار هو اللي بيحل كل المشاكل والحوار هو اللي بيقربه كهات النظر والحوار هو اللي ما بيخليش فيه خلاف او صدام لقدر الله والحوار هو اللي بيخلينا نصل الى مساحة وسطى نتفق عليها والحوار هو اللي بيخلينا نرتب اولوياتنا في هذه المرحلة احنا محتاجين نبدأ بكذا ثم كذا ثم كذا او محتاجين نغير الاتجاه او محتاجين نغير المصلة او نغير الطريقة او نغير الاستراتيجية او نغير الفكرة فالحوار أساسي لا يعني مهرب منه أبدا عشان كده كلنا لازم نكون مع هذا الحوار لحينطلق قولة جلساته غدا بتشكيل المجلس الوطني الحوار اللي تم الإعلان عنه كله قامات وشخصيات محترمة حضراتكم سمعتوها في أكثر من مكان عندي بس إشارة سريعة للبيان اللي أصدره مجلس الشيوخ والمستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الحقيقة أنه كان فيه كلام أثير في الفترة الأخيرة ليه لم يتم إسناد الحوار الوطني إلى مجلس الشيوخ باعتبار مجلس الشيوخ فيه كوكبة من عقول مصر وخبرات مصر وكوادر مصر فيه كثير من المجالات ويمكن هذا الكلام أثار شوية مجلس الشيوخ وأسأهم هذا الكلام عشان كده مجلس الشيوخ والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس طلع بيان قال فيه رصد خلال الايام القليلة الماضية بعض التصريحات الصادرة عن بعض ممن يطلقون على انفسهم مفكرين سياسيين مفادها ان سبب عدم اسناد مهمة الحوار الوطني الى مجلس الشيوخ هو عدم ضم المجلس للخبرات والكفاءات القادرة على تولي زمام هذا الحوار واضاف المستشار عبدالوهاب ان الحقيقة ان هذه التحليلات والتصريحات ولو كانت لن تفت في عضد المجلس الا انها كاشفة عما يمكن ان نسميه بالفقر المعلوماتي لمطلقي مثل هذه التصريحات والتحليلات والذين يجيب عنهم ان المجلس يضم مقامات في شتى المجالات القانونية والاعلامية والصحفية والاقتصادية وغيرها لذا فنحن نهيب بهؤلاء ان تكون تصريحاتهم متوازنة موضوعية بعيدة عن اطلاق الاتهامات والاحرابهم معاني النظر فيما الدولة من انجازات على الاصعضة كفة لم تكن لتتحقق في مراحل سابقة فعليهم ان يسعوا نحو تحليل تلك الانجازات في محاولة تصحيح مساراتهم الفكرية ده البيان اللي صدر من مجلس الشيوخ ورئيسه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وانا الحقيقة ليه كلمة وليه رسالة الى المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق اللي الحقيقة كلنا بنعتز به كقامة قضائية وقانونية كبيرة وابنعتز كمان بإدارته الرشيدة جدا لمجلس الشيوخ رسالتي للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق انه لا تهن ولا تحزن ولا تهتم يا مدأة عن راس طبول وانا اعتقد ان هذه محاولة عبثية لتشويه والتشويش ولفت الانتباه وتعطيل المسيرة نحن نعلم كيمتك وقيمة المجلس ونعلم ان مجلس الشيوخ يضم يعني ويزخر بالكوادر في كل المجالات التي فعلت الكثير وننتظر منكم الكثير فلا تلتفتوا واستكملوا المسيرة في هدوء بما اننا بنتكلم عن المسيرة وبنتكلم عن العمل وعن الانجاز ما اعتقدش ما اعتقدش حد مفرحشي باللي احنا شفناه مبارح في محطة عدل منصور والقطار الكهربائي الخفيف اللي تم افتتاحه بالامس الحقيقة المحطة والقطر لو دلوا على شيء فيدلوا على حاجة واحدة يدلوا على مصر الجديدة التي اصبحنا نعيش فيها وابتدت ملامحها وبشايرها قهل والبان عايزكم تبصوا على المحطة كويس سواء في الفيديوهات اللي احنا بنزحها دلوقتي او في التقرير اللي انا هزيعه لحضراتكم دلوقتي اللي مرسلنا ذهب الى محطة عدل منصور وركب القطار وعاش الرحلة وتشوفوا احنا شكل محطاتنا كان عامل ازاي وبقى عامل ازاي شكل اطراطنا اللي كنا بنركبها وكانت وسائل نقلنا عامل ازاي ودلوقتي ابتدت تبقى عامل ازاي هنا ساسكت قليلا شفتوا المنظر شفتوا الرخام وشفتوا المدخل وحتشوفوا دلوقتي القطر القطار حد حيقول لي ماهو ده مش في كل مصر اه صح بس ماهو لما تكون البداية للتطوير بالشكل ده تعرف ان اللي جاي هيبقى كله بالشكل ده واحنا تعودنا من بعد ثورة 30 يونيو انه بقى عندنا ستاندرد عندنا مستوى لما بنعمل الحاجة خلاص بتكمل على كده وبتنزلش فبالتالي افرحوا انه ده شكل من اشكال وسائل النقل اللي حيبقى المواطن المصري العادي بيستخدمها في شكله وفي حياته اليومية ان شاء الله ان شاء الله بشكل طبيعي وتلقائي انا فرحان وفرحوا معانا بالتجربة افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مجمع عدلي منصور التبادلي كاحدث منظومة نقل جماعي في مصر محطة بتمثل حلقة الربط لتلت وسائل نقل كبرى القطار الكهربائي الخفيف LRT ومترو الانفاء والسكة الحديد على مساحة 15 فدان مجهز باحدث انظمة المراقبة ومكافحة الحرائق دي المحطة تعتبر الوحيدة من نوعها في العالم اللي بتحقق التكامل بين جميع انواع المواصلات عندنا محطة المترو عندنا محطة الLRT محطة السكة الحديد محطة السوبرجت محطة الBRT محطة توبيس التردودي اللي شغال في الدائري عندنا خمس او ستة انواع من المواصلات داخل هذا الباب بتحقق بيها نظام التكامل اللي موجود يعني المواطن ينزل ينزل من المترو يركب الLRT من الLRT يركب السكة الحديد ممكن ما يخرجش بره المحطة دي خالص عندنا مجموعة انفاء هنا موجودة بتربط ما بين المحطة هنا وما بين موقف الاقالين في السلام موقف السوبرجت اللي هو يطلع منه يعني المواطن ما يخرجش بره على الشارع خالص تقريبا ما بين الانفاء للسوبرجت او التوبيس التردودي او موقف الاقالين او ما بين السكة الحديد وبقية الواصلات الموجودة جوه الارب بتاعنا في الجمهورية الجديدة ومحاولة الوصول العالمية ومحاولة الوصول لاحدث ما توصل لي التكنولوجيا والنقل الاخضر والقيمة المستدامة المضافة على المواصلات كل ده بنحاول نحن نجيب احدث ما يمكن من الواصلات في العالم احدث ما يمكن من انظمة الامان حضرتك هنا القطر ده شغال دلوقتي التشغيل شغال من محطة عد منصور الى الثقافة والفنون في العاصمة الادارية وده النقل الكبرى في النقل الجماعي تقريبا الوحيد حاليا في المنطقة للعاصمة هيساعد على فتحة فق جديدة ويربط شرق القاهرة كله مناطق العبور والمستقبل الشروق الروبيكي بدر العاشر الحضائق العاصمة المطنس بيربط شرق القاهرة كله باعلى وسائل انظمة الامان في العالم لضمان امان الركاب سواء في التشغيل سواء في الاشارات الاتصالات الكاميرات كل الخط المراقب اعلى ما يمكن ان يصل الى العالم في انظمة الاتصالات بيأتي تدشين القطار الكهرباء الجديد في اطار توجه الدولة لصياغة منظومة النقل الجماعي بما يتوافق مع اعلى معيير حماية البيئة والحد من كافة الملوسات الناجمة عن الوقود الاحفوري من خلال الاتجاه للطاقة النظيفة انا من سكان مدينة الشروع من شارك القاهرة وانا ماي عربية بتحرك بيها متن بس النهاردة الابتداح وكده او مبارح فحبيت ان انا اجرب الخط يعني واشوف الدنيا عامل ايه بزوء تصميم صراحة مو بير جدا يعني هي ما بقيتش محطة قطر قد ما هي بقيت زي ما بنقول مطار كده حاجة رائعة ما شاء الله يا ربنا يبركنينا في رئيسنا وضحية مصر محطة مميزة فيها كل الخطوط بالنسبة ان هو بيروح لمناطق مختلفة يعتبر كونتكت مواصلات مش موجودة اصلا وموفر بالنسبة للوقت وموفر بالنسبة للفلوس ومكيف ووسيلة الراحة جميلة جدا جدا محطة عدلي منصور التبادلية اكبر محطة مركزية في افريقيا والشرق الاوسط بتربط الشرق بالغرب الشمال بالجنوب المدن الزكية بقلب القاهرة النابل منظومة زكية بتوفر الوقت المجود وايضا الامن والسلامة للمواطنين احمد حسن اخر نهار خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا النهار ده بكرة يوم جديد واخر نهار جديد اسبوع عام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة